انخفض صافي الاستثمار الاجنبي في بورصة عمانة في الربع الاول من العام الحالي بمقدار 404 ملايين دينار تقريبا مقابل ارتفاع بمقدار 128 مليون ونصف المليون دينار لذات الفترة من العام الماضي بحسب احصاءات البورصة تراجع صافي الاستثمار الاجنبي جاء نتيجة ان الاسهم المباعة من قبل المستثمرين الاجانب بلغت مليون ومائة وواحد وثلاثين الف دينار والاسهم المشترى من قبلهم بلغت 728 دينار شكلت ما نسبته 43.6% من حجم التداول الكلي في الربع الاول من هذا العام اما من حيث جنسية المستثمرين فاضهرت الارقام ان قيمة عمليات شراء المستثمرين العرب التي بلغت 459 مليون وتسعمائة الف دينار والتي تشكل 63% من اجمال قيمة شراء الاجانب هي اعلى من عمليات شراء غير العرب البالغة 268 مليون وثلاثمائة الف دينار اما بالنسبة لعمليات البيع للمستثمرين الاجانب سجلت قيمة عمليات بيع العرب مليون وخمسين الف دينار وشكلت 92.7% من اجمال عمليات بيع الاجانب في حين بلغت لغير العرب 82 مليون ومائتي الف دينار ونتيجة لذلك اصبحت نسبة مساهمة الاجانب في البورصة لنهاية شهر اذار 47.4% من اجمال القيمة السوقية لتشكل مساهمة العرب 35.7% وغير العرب 11.7% اشتركوا في القناة